تحدي جديد يواجه المشهد السياسي في العراق بعدما صعدت جماعات تطلق على نفسها بالمقاومة الإسلامية لتؤكد أنها ماضية في استهداف المصالح الأميركية في العراق هذا التحذير جاء على لسان علي الأسدي زعيم المكتب السياسي لحركة النجباء وفق ما نقلته مجلة نيوزويك الأميركية وخلال اللقاء الصحفي مع المجلة وجه الأسدي تحذيرا مباشرا لرئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن متعهدا بالاستمرار في التصدي والرد على التواجد الأميركي في العراق هذا التصعيد يؤكد مرة أخرى على أن جماعات المقاومة الإسلامية ماضية في سعيها لاستهداف المصالح والأهداف الأميركية رغم كل التحذيرات الرسمية العراقية وحتى العسكرية الأميركية يأتي هذا التصريح في سياق التوترات المستمرة بين القوات الأميركية والجماعات المسلحة في العراق التي طالما عبرت عن رفضها للوجود الأميركي والمؤطر بغطاء رسمي عراقي هذه المواقف من التصعيد تبقي الوضع متقلبا ويحمل في طياته مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار والسيادة العراقية ويعبر عراقيون عن مخاوفهم من رد فعل أمريكي عسكري أو ربما تضييق الخناق على الاقتصاد العراقي في حال استمرار الاستهدافات المتكررة للقواعد العراقية التي تضم وجودا للتحالف الدولي ويرجح محللون سياسيون إلى اتجاه الوضع في الداخل العراقي نحو التصعيد في حال استمرار استهداف القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي لينذر هذا بتداعيات وخيمة قد تجر العراق إلى ما لا يحمد عقباه كما عبر عن ذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ومبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخرت اشتركوا في القناة